نعرف بنته للواحد قلبه بتكون وروحه والمحبة والحب العظيمة اللي بيكنه الأب لبنته لما شفت نوع من الهجوم من عالم على السوشيال ميزا على هالزواج وإنه أصغر منها ب11 سنة ولي عملت هيك وشو هالقصة وكذا شو بتقول؟ هل أنا ما بقول شي لأنه الناس أخلاقية وكل ناس يعني مع كل أسف ربي في بيت والبيت له أسلوبه الخاص وربي في المجتمع المجتمع برضه له أسلوبه يعني حارة عن حارة بتختلف بيت عن بيت بيختلف فكل واحد إذا بده يكتب إما يكتب الشي المنطقي لحتى يكون يعني في أخد وعطى أو ما يكتب فيعني ما بدي أنا أقدم أي إساءة بالكلام لأي شخص إذا كتب بشكل سلبي لكن الصمت أوفر له وأحسن له لأنه بالنتيجة ندين زوجة وندين سعيدة ونحن سعيدين على سعادته إن قال سلباً ولا قال إيجاباً لا بيأخر ولا بيقدم ما بيعمل شي يعني بيكون إذا كان بدي يقدم إهانة فبيكون هو عميهين نفسه نفسه طبعاً بس أنا من هومي هيدا المنطلق بدي أسألك ليش عقدة العمر عند بمجتمعاتنا العربية خاصة عند إذا الرجل أصغر من المرأة ليه؟ مع أنه في رجال بيأخدوا أصغر منهم 30 سنة وأربعين سنة هلقوة طبعاً المعروف يعني المتداول والمعروف أنه المرأة بتكبر أكثر من الرجل هلقنا أنا حكيت مع إيادة دا الكلام حكيته؟ حكيته وقلت له يا إياد يا حبيبي ندين لأنه هو مو قضية حب قضية خطبة وزواج فكان عنده أصرار عجيب يعني والشاب بكن له كل الاحترام لأنه بعد ما اتزوجت يعني ما لمسنا منه إلا أنه هو ابن أصل ومتل ما بيسموه بالنشامة كتير كتير مهذب كتير ظريف كتير لبق ومع أنه أنا قلت له قلت له أنه هادي مشكلة لقدام كنت واعي على هيدا الموضوع أنت؟ ما بدها يعني قلت له لك ابني يعني بفراحة قلت له أنا ما شفتها ظبطت غير مع ماكرون مع ماكرون إيه وما ظبطت مع ماكرون نزين فيه للمعتر كله لعمله كتير معتر بس أنه يعني نزين فيه كل الوقت يمكن مو ظبطة باللي نحن نشوفها بشكل ظبطة فالمهم فكان هو عنده إصرار عجيب يعني على الحكاية وإن شاء الله الله بيهنيهم وإن شاء الله بيضل متل ما هو هلأ لا لا لا